سارو يلي كرمينال منحبيكم في بودكاست جديدة Latebian and Moroccan كما كنتواتكم في انستاغرام اليوم Bulimare talad tocqueer من السابق لأostanas 구wir مندقة الناس جديدة اللي ما عرفينش طريقة تقيض مع قصة كوير سننسricular podcast اللي كانعود فيه اللي قصاص اللي يوصلوني في اينستاغرام لن ما كتاش بتباني في اونستاغرام سيرتباني في انستاغرام ديالي Latebian and Moroccan كما قلت لكم الناس كسفتوالي أولي يا nellaine الخاص الله انستاغرام التجاري بجالهم خاصهم يكونوا كوير بيانسور كسوات تجربة اللي كانت عندهم مع عائلتهم ولا شي استوار دامور دا زمنها ولا اي حاجة مهم تكون كوير كي عودوا عليها الخاص في انستاغرام سواء بار ميساج ولا بار ديزوديو وانا كان إلا كانت القصة مفيدة قد نستفضل منها وإلا كانت انتريسانة كان نجي نعود عليكم منها في البودكاست وباش باش الناس اللي كعودوا ليات القصص ما يتعرفوش كونهما ولتكون شوية صعبة اليوم نعود لكم قصة إلهام إلهام كبيرت في عائلة المحافظة أنا سپونسور جاء الكوير ستوريز هي عائلة محافظة مانتبا أني يوقش لا يجب أن يعود لي قصة يكون كابر في شائلة محافظة وما تكون شائلة وقال لك الناس الذين يجبون لي ساكن كابرين في عائلة محافظة إلهام تهي كبرت مع سبونسور اوفيسيال إلهام كانت عندها طفولة عادية لم يكن عندها مشاكل في طفولة لكي وصلت للمراهقة بدأت كتبت القضية بدأت كتبت بلغة من الأنوطة لم يكن نقول أنه طمبوي بلغة صدادة ولكن ما بين طمبوي والأنوطة لا يوجد شيئ ما بينه ومعرفة أنه مرة أخرى ونحن لا أردت هذا المستيل الذي أريد أن نقوله ويبدأت أن هذا لا يبدو كبير في الستريوتيب بدون تقول ودي مالها كتلش في حال البنات هدي مالها بات تقطعش على خصير هدي مالها صافي وحد الوقتش قال ودي بات تشبه على الراجل قالوا لي عادي شغال ديرين ترا واقي لم تحفيك شي حاجة ماشي يعدك هاتحب سيناد الحزاق كامل هاتخليش عركة واراتت سيدك شي غا نقولوليك و جابوا ليها واحد الفقير و هذا الفيلم كامل راناد ماشي حتشافوشي كونفاقساشون مع دي الهام مع شبنت ولا جافوه بست شبنت ولا في شو بوزيسون شوية في شو شكل مع شبنت لا هاتشي غا حيتش بدتك اتميل شوية ديك الشي المرجل اللي صافي ومنادو قال لك صافي هاتلي بنت هدي متشابهة بالرجال خاصنا ندروا شي حاجة كما قلت لكم جابوا ليها فقير واحد منهار الفقير ناد قال لهم راه مسكونا ولا في شي حاجة خاصنا نحيدو لاداك شلي فاحدش انبوسيل بنت كانت عادية وده باولاتي في حالاكا مرشلة مرشي راكي ساكنها شي حاجة شي عيش بما نعرف شي جن ولا ما نعرف قالوا ليه خسنا خرجو ديك شلي فاها ما يمداك يقرع لها درولي على الإكزوغسيزم بيانسور مقدة فيها والو بصك هما شي جن اللي فاها ما يمخلاش هم كيدلو دك شلي بدو تفاصلها ببالو شوة وقالوا ليه غان دلوات شي ووات شي لكين إذا كانت مسألة صغيرة ما عنده اوكن بووخ كيفية صافي درلي على الإكزوغسيزم قال ليه انا غان دانجيل قرع عليها وكدا وكدا واليدا قالوا لي صافي غس بقي تبعي مع الفقه وغلق إدراسة الدار 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 وقالوا لي غان بقوا حاضينك باش ما تخرجيش للطريق ودك شلي غان عتاوك غتلبسيه ودك شلي غادريه ما زدريه ما زدريه ما زدريك ما بقاوش يخلي غالعة زعزع لأول وقتا من الصحابات قالوا لي ما بقاوش غيكونوا عندك صحابات سوف تذهب للمدرسة القرية و ترجع للدار كانت خروج الأول كما قلت لكم مدرسة مدرسة مرة مرة يأتي الفقية تقرأ معها واحد النهار يأتي الفقية سوف يدور الحرقة يأتي الفقية سوف أقرأ فيها داري لماذا لا يأتي المدرسة سوف تقرأ القرآن و تقرأ القرآن في الدراسة التي قلت لها فقية سوف يكون مقابلة و سوف تقرأ القرآن و لا يكون فيها و لا يتجار و يقولوا أنه لا يبقى مع الفقية و لا يأتي الفقية لا يأتي الفقية سوف يتعاون و تعمل فقد تتعاون منهم و أتجاروا الهام و بالنسبة لي مرة أخدمها سوف ينصفتوا عند الفقية قيدوا و خلصوا على المدرسة و تقرأ القرآن انتظار القرآن كان من المدرسة كان فيها أفضل صغير وقرائهم لم يكن معرفة المدرسة لم يكن في القرية وكانت مفارقهم وقرائهم لم يكن مفارقهم حتى يدخلت القرائم مع القرائم وفي الأول لم تكن من الوقت عليها فقط لم يكن من الوقت وكنت تتأكد وكما تحدث عنهم والذين يجب أن يدخلوا وأنهم لديهم ويجب أن يكون كانت صبرة وأنهم لم يجب أن تكون تكمل قرايتها و بعد ذلك الساعة تشاهدها صافي بدأت تمشي و بدأت تعرف شوية على البنات اللي معها في ذلك القسم في ذلك المدرسة لذلك الفقهية لم يكن لديهم ملوقات بزاف لتعرفهم جيدا على بعضياتهم حيث لم يكن لديهم استراحة طويلة ولكن إذا وصلوا وليدها شوية بكري و الليلة تعطلوا عليها شوية رأيك تلقى الفرصة أنها بشتظر مع البنات اللي معها في القروب كما تعرفت على سانا و سانا كانت تجدها إلهم شوية في شكل حتى شوخها إلهم ما بقاش عندها داك ستيل تومبوي و هو ماشي تومبوي 100% كانت شوية مرجلة في الكمبورتمنت ديالها في كيفاش كتتعامل كيفاش كتتمشى كيفاش عندها ما زال داك الستيل مرجلة شوية ديال في شكل مرجلة شوية و هكذا لدرسة و لكن كانت بمجهزة و حيث تدرسة سناء و حيث تلقى مجهزة مجهزة و يدرسة مجهزة و تقريبا مجهزة و توقفت إلهام و سانئ في نفس النبو بان ماشي نفس النبو و لكن نفس النبو سكرار بعض الموضة الإلهام بدأت تتعجبه سانا باللهام لم تكن تتحهم أنها تتفحى كل نبو فقير تقول وكاتبشي غابزز دابا ولو دابا ولت عزيز عليها كتتتناف وقتاش داك النهار دي اللي عندها في الكوخ في داك المدراسة باش تمشي وكتتوجر دلتي ساع وتنود بكري وتلبس وكدا كانوا قبلك خاصوا منوضوا هاي ويالله عندك تعطلي عندك هذا دابا يولت كتتبشي بكري تقولون بديوني وصلوني وبكري ووالي دي بانسفوق عاجبهم الحال انهم يشوفوا بنتهم باغت مشيت قراء القرآن وخاصات فيق بكري وكتش مشيت قراء مع الفقه قالوا هاي الفقه سانك سانك بعد ذلك الشي اللي يقولوني القرآن اللي يقررهم را كيبت لهم اصنبوخصن ذاك الشي عندو تقبط وراء القدية رافيها سناء وكني يبدو نسوق موالو لسناء حتى شو ما مانعينا لها انها تصاحب اصلا را تتليفون محي يدينو لها وراء لا مكتشترش معه فيسبوك وواتساب حتى شو تتليفون ما عندهاش وواحد النهار كانوا سلاو الكوغ ديالهم ودرس ديالهم عند الفقه وخرجوا باش يتسنولي دوم يدوزوا اليوم كانت غالسة الهام وسناء اكي يدروا وسناء سولةش الهام قتلي انتي ليش جيتي لهذا الدرس هذا مع هذا الفقه ليش تقيتي اصلا قتلي حتىش انا على بعض تقيتي ليش كتبغا نتعمق في القرآن ونفهم وكدا وكدا قتلي ولكن انتي باش كنت نشوفك النهار الاول ما قتليم خنزرة ما عشبش الحال وكدا وعش اصلا اصلا قتلي في القيدي لقد قتلي وقيتني حيث كان عندي واحد للسل وما اكتبت عليك ونصبت ان انا اكتشفت شي حيث والدي لا تستطيعوني وحيدوا ليتفون هنا سنة بحيلة تصدمات قلت لها اه اوكي ومعودت تصدرات معها بقوسة كتين الهام تايما هضرت قلت لاش احليت في امي اصلا اني دابا كانت عندي صاحبة وحدة وكانت تعجبني واني حليت في امي دابا ما تصدرني وسنة بحيلة ما عرفت شنو تقول بحيلة تصدمات كانت متوقعة شي حاجة من ذلك ولكن باش انها جانيشان موقعنا ما كانت متوقعة سوف يكملوا ذاك اللوقت اللي كيت سنو في فالي ديوم في السكتش داس سيمنة وصل النهار ديال الدرس في الدراسة الفقية والهم كانت تخيصي كتقول ان اغان برجع المدراسة وسنة ما تبقى شنو معي حتي اصدمتها وهي دابا وربما كتخاف مني ولا صافين بقى شنو تحملني ولاش قلت لي هذيك لادرا مهم مش حال بلان كانت تطور لها فراسها بنسبة لسنة دخلت لكم بطراسة ما اعرفت كيف تتلم عليها ما تتلمش عليها تخرب قعت كيف دخلت بطراسة قلست بلاصة ويجي سنة قلست حدها ودرت معها بحي لما كانوا لان ارهام قلت بو الحمدلله بقى لاغولاشون بناتنا كيف مكانت ربما قلت تقبل هذا الشي اللي فيها ربما قلت قلت ندرو بحي لما سمعتوا حيث اشرا الهام وخاكك رادي زاليا ما عرفتش اكزاكتومن مهم سنة اشتغلاش معا بحال اللي ما تردش شي حاجة فالهام معاودتش بداتل السوجي وكملو صدقات دي لهم إلا قرر نسميها صدقة كيف ما كانت قبل كيف يدرون مرة 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 عندهم شوقية ما بين اللي كوغ وإلا غوصات كري وإلا كانوكتنا وليدهم وإلهام قالت ما خاطيش نحاوت نجبة الموضوع ما تعرفوش مايجبهاش ما عرفتش شي اوش تقبلتها او غيرترش بحيلة ما سمعتش والو وقالت غدين ندوزو الوضرق بحيلة ما كانوا الوصافي ممكن إلا ما باشتعبت تخل في مشاكل أو تكون ترجع إنسانة في هذه الموضوع لم يبدأش الموضوع وصافي بعض النهار كما العادة كانوا كنت تنوى لديهم وصناء شبدأت الموضوع وقالت لها جيت عقلي نهار قلت لي يا راي وقالك عيش بوك البنات تترحي لي كيف شد شي وقالش انتي وقال عرفتك عيش بوك البنات وبحيلة اللي انتي انتغيسية انها تتعرف كتر و تفهم اللي انتي كوريوز إلها مانايا شرحت لها هذاك شي اللي كاين وقالت لي هذاك شي اللي كتعرفية وقالت لي عنيش كتسوولي إذا ما بني نجايك هذا الانتغي في هذا الموضوع هذا وقالت لي شوفي نقول لك واحدة اللي كنت بقى بيناتنا راي وقال لها كي اجبوذني البنات ولكن راي ما عرفتش كيفاش ندير انني نجايقي هذه الموضوع راي من نهارك التالي وانا كنفكر في ذك السيتيواتي اللي كنتي فيه انتي قبل وكنقول راي وقال لها انا حسيت بذكش اللي حسيتش قبل ما والديك يقولوا لك تبدلي ومجيك من الاخر بواقع لها كتعجبيني ولكن راي ما عرفتش نتقبل راسي وصراحات خربقتش وإلهام قلت ليها شاي اجيك من الاخر قلت لي راي تنتي راي كتعجبيني صافيتم ما بدات الاغولاشون جعلهم وهاد الاغولاشون كانت كاش كون غير فتيك اشترا ديالتقايق والخمسات ديالتقايق اللي كيكونوا كتسنا والديو مجوهدهم حيتاش يزان ديسدي انهم غايخلي وهاد الاغولاشون اللي بلو ديسكري بوسيبل ما غايديروا ووالو باش تحت ما يقبل تشي حالا دونك كيكرسوا ما بادياتهم ديك خمسة ديالتقايق ولا عشرة ديالتقايق مور الدرس وكيهدروا صافيت يا لاغولاشون جعلوا ما بشي يتلقاوا السيوان اللي موراها قالوا ونخليوا هذه القضية بحالاك ايه احنا يا اقوكو انتي كتعجبيني ونك اعجبك ولكن ما غادي تترورو قاتليا غادي نقرعو تنسائلوا قاريتنا وغادي ندفعل شئ من الدراسة اللي بعيدة من الديناتي ومع والدنا غادي يشوفونا أن اننا كان داروا ذاك شي اليك يقولوا لنا واخنا راه غادي مع الطرق اللي ما بغينا نمشوا فيها ربما ما غايقولوش لنا لا إلا لدينا لهم بغينا ندفعلوا واحد الدراسة اللي هي بعيدة ذاك شي اللي دارو قرعو شدوا الباك جابوا ديك النقطة اللي بغين يجيبوا باش يدخلوا لديك الندراس اللي بغين يدخلوا ليه ودفعوا إلهام قالت للوالدي عفوالا غابت نمشي القراء في الأخوين والدي عشافوها بالذي تبع تطريق لي وما قالوا لها تبع ما بقعتش كيف مكانت تقام زيان ما كانت تخرج مواله قالوا لي يا صافي واخو سري قراءة فين بغتيش قراءة هيا وإلهام جميع مواجهون مشاو كراو انسامبل في الأخوين وكلاو الحلوة كلاو الحلوة دي العيد ميلاد لمشي دي العيد ميلاد ولكن كلاو الحلوة دازوا من واحد لغولاسيون اللي في عشرة تقيق في السمانة واحد لغولاسيون فين عايشين مع بعضياتهم بانكوصلوا دكشي اللي بغين يوصلوا ليه ودفعوا من كيقراو في الأخوين وفشغي شدوا الديبلوم عوالين أنهم يمشوا للخارج باش يكملوا قريتهم ويعيشوا ويكملوا حياتهم كما في الخارج باش ييعيشوا كيفما وما بغين يعيشوا دونك والله هادي هي قصة إلهام وسناء اللي اطلقوا أنا كتبت لكم في الجامعة ماشي في الجامعة اكزاكتما ستيجوستا كليك بيت ولكن اطلقوا عند الفقية دونك البنات اللي ما استقش لي ومتين دار ما عارفين فيين اطلقوا مع ابنات خورين رغم خلي لكم المرات الفقية في لا ديسكريبسيون نتمنى يكون عجبكم هاد البودكاست وكل عادة إلا عجبكم خليوا واحد لايك إلا واشوش بارتاجوا مع صحابكم بارتاجوا ولكن عندكم شي حاجة ما يتقال خليوا شي تعليق ولما كتش أبونيش كتنا يمواجه ودي الى البروشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر